زواج التجربة مبادرة من محام مصري ما زالت تحدث الكثير من الجدل على السوشيال ميديا في كل البلدان العربية ليس في مصر وحدها بين مؤيد ورافض لها التجربة ستكون لثلاث سنوات يختبر فيها الزوجان التزامهما بشروط العقد وما اتفق عليه قبل الزواج مثلا كعمل الزوجة بعد الزواج أو خروج الزوج مع أصحابه مواضيع متفق عليها تكون كقواعد عليهما اتباعها وفي صورة مضي ثلاث سنوات ولم يلتزم بها يقع الطلاق أو يختار الاستمرار في الزواج يعني يتجدد العقد للأبد هذه المرة نسمع لفيديو المحامي يشرح الفكرة موضوع الطلاق وأسباب الطلاق هي اللي خلتنا نفكر في فكرة زواج التجربة في المبادرة دي الغرض من الموضوع ان احنا بنقول للشباب والبنات المقبلين على الزواج واللي بيتطلقوا بدر بدري تعارفين طبعا ان النسبة الاكبر في مصر من الطلاق بتكون لحديث الزواج اللي الزواج لا يستمر اكتر من ست شهور وسنة وبكتير عاوي سنة ونص وبيتطلق بيبقوا مستعجلين على الجواز يلا عايزة تجوز عايزة تجوز وما فيش ثلاثة اربعة خمس ست شهور وعايزة تطلق عايزة تطلق وده اللي خلينا نفكر في فكرة زواج التجربة هو مقتنع بفكرته وسيكون اول من يطبقها ان وجد زوجة تقبل بها ماذا عن المغردين العرب تعليق اول ضد الفكرة يقول انها ستؤدي للطلاق لمحالة جواز التجربة لمن ليس لديه معرفة كافية به هو زواج عادي مكتمل الاركان الشرعية ويتم الاتفاق بين كلا الزوجين بعقد يوقع عليه الطرفان بمنع او قبول ميناء الطرفين بامور ما يعني مثلا مفيش ناتي كل يوم ولا تواصل ولا فيس وهكذا ومن يخالف تسقط حقوقه طبقا للعقد وربنا يسعدكم وتطلقوا عن اقتناء ميناء العراق وصف احدهم زواج التجربة بمعارض بيع السيارات وقال هنا زواج التجربة في مصر عقد لمدة محددة ليختبر الزوجين بعضهما البعض وبعدها يقرران الاستمرار او القطيعة وتوقيع عقد جديد دائم يعني زواج على التجريب شلون رجع السكين يعني كطريقة بيع البطيخ تراها اذا حمراء عجبتك تأخذها اذا لا لا تشتريها لو مثل معارض البيع المباشر للسيارات اذا واحد عجبته سيارة يطلع بيها تراي وبعدين ياخذها او يطلع تراي بوحدة ثانية نأخذ بعضا من اراء النساء وجدانيات ملائكية غردت ارفض الفكرة دي تماما لان الزواج مرهون بمدة محددة صار زواج بنية الطلاق مسبقا ومع ان الزواج حلال والطلاق حلال ولكن ابغض الحلال عند الله الطلاق وبرأيي ما بني على باطل فهو باطل اخرون راقت لهم الفكرة واعتبروها حل لأسمة الطلاق في مصر وفي البلدان العربية منهم نجم الذي علق زواج التجربة اذا كان يستوفي شروط الزواج العادي لما لا يعمل به اعتقد انه حل بديل للزواج المؤقت وتعليق اخر مؤيد ايضا ويقول هذا هو الزواج الصحيح يريد يسير عندنا نفس الشيء حتى الواحد ما يتورط يختار بتماع قبل ان يقع الفاس بالرأس وما يبقى خلاص الا باطلاق صح او خطأ شاركون بارائكم هل انتم معا او ضد زواج التجربة هل تعتبرونه حلا لمشاكل اطلاق او يشجع عليه